مضامين مشروع قانون المالية 2022 الذي قدمته الحكومة منذ تقريباً شهر على أنظار البرلمان لمدارسته لتقديم التعديلات بطبيعة الحال قبل أن يصبح قانوناً سرياً مفعولاً من بين الأساسيات المهمة في مشروع قانون المالية 2022 هو أنه قانون مفصلي أو مشروع مفصلي لأنه أتى في زمن انتخابات أتى في زمن إكرهات كبرى منها أزمة كوفيد-19 التي ولدت مجموعة من الإكرهات اقتصادية اجتماعية وأيضاً يأتي في وقت يدافع فيه المغرب على ملفات عديد أحساسة منها ملفة الصحراء وبالتالي هناك إكرهات مع مجموعة من شركاء من قبيل إسبانيا أو الجارة الجزائر وما إلى ذلك وكما هو معلوم أن مشروع قانون المالية هو تجديد سنول السياسة العمومية بشكل عام والسياسة الاقتصادية بشكل خاص يتضمن جزءين جزء يعطي الإشارات العامة التي ستنهجها الدولار وجزء حسابي من بين المسائل التي أعتقد أنه أتارت انتباهي في هذا المشروع هو بداية الفرضيات التي نبنى عليها أولاً فرضية نمو اقتصادي 3.9% وأعتقد بأن هذه النسبة قابلة للتحقوق نظراً لأن سنة 2020 وسنة 2021 كانت سنتي إزمة وبالتالي فأي منجز يعطي رقماً إيجابياً مع إعادة دوران الاقتصاد لكنني أجد رقماً محتشماً يعني مقارنة مع الطموحات والانتدارات المواطنين وأيضاً انتدارات النموذج الماوي الجديد من الفرضيات أيضاً وهذا يجب أن نقف عنده أيضاً هو الحديث عن سعر بوطن لا يتعدى 450 دولار للطن في الوقت الذي تجاوزت من 150 دولار للطن لكن حسب بعض التوقعات أنه في حدود يونيو 2022 قد يتراجع لماذا الحديث عن البوطن بأعلى وجه التحديد وليس باقي المحروقات لأنه كما هو معلوم تراجع الدولة في مجال دعم بعض الأسعار أسعار بعض المواد خاصة مع منحة إغلاق نصحة تعبير المقاصة صندوق المقاصة وصندوق الموازنة لذلك نتحدث عن سعر البوطن وعن ضرورة تحمل المواطن جزء من أتعاب هذه النفقات بشكل عام المشروع قانون الماليين ينباني على النفقات وينباني على الموارد في شق الموارد أجد أنه ليس هناك إبداع كبير لأنه يبقى معتمداً على الضرائب بشكل كبير إما الضرائب مباشرة والتي ستعرفوا ارتفاعاً بتقريباً 20% يعتمد على الضرائب غير المباشرة التي ستعرفوا أيضاً في حجامها ارتفاعاً بعشرة بالمئة يعتمد على الرسوم يعتمد على الرسوم الجمركية كل هذه الدرائب ستعرفوا ارتفاعاً أيضاً يعتمدوا على الخصخصة وهذا يعني بعدها سنوات من توقف الدولة عن مثل هذه السياسة فنجدوا أنه على الأقل جزء من تمويل هذا المشروع سيأتي من خصخصة مساهمات الدولة في الوقت الذي تقوم في الدولة بإعادة هيكلة محفظتها في المقاولات والمؤسسات العمومية فبالتالي هذه الخصخصة في حدود 8 مليار ديرهام لكن ما يسترعي انتباه في هذه الموارد هو اللجوء الدائم لاستدانة بحيث سيستدين المغرب بما يناهز 105 مليار ديرهام وجزء من هذه 105 مليار سيدهاب لتغطية نفقات لتغطية نفقات منها 90 مليار من نفقات الدين في حديداتها لكن عموماً هناك بعض الإيجابيات الأساسية التي يجدروا وذكرها في هذا الباب بداية قطع الصحة الذي تم إلى اهتمام به بإعطائه ما يناهز 5500 منصب مالي في السنة القادمة أيضاً رفع نسبي لميزانية الصحة وميزانية التعليم من الإيجابيات أيضاً هو الرفع الغلاف الاستثماري المتوقع في حدود 245 مليار ديرهام منها واحدة 45 مليار في إطار صندوق محمد السادس الاستثمار بطبيعة الحال كل هذه الاستثمارات يجب أن نتسأل عن جدواها ولكن لا يمكن الحديث عنها اليوم من بين الأمور الأخرى التي يمكن ذكرها في مشروع قانون المالية 2022 هو منح عدم حل بعض الإشكالات القبرى التي وعدت الحكومة بحلها من بينها من التعاقد أو ما يسمى بموظفي الأكاديميات الجهوية بحيث الذي يصل عددهم الآن ما يناهز يعني السودوس موظفي الدولة موظفي الدولة 600 ألف وعندنا 100 ألف متعاقد ما يعطيت قريبا 700 ألف لأن الأكاديمية لا تتوفر على ميزانية خاصة بها بل على دعم الدولة وإن كانت هي مؤسسات عمومية ولماذا قلت الاستمارة؟ لأنها سيحدث ما يناهز قريبا 17 ألف منصب إذن إحدى الوعود التي وقفت عليها الحكومة قد لا تفي بها في إطار مشروع قانون المالية آخر مسألة على ما أعتقد في هذه الإحاطة هي أن مشروع قانون المالية قد يعرف بعض التغيير والكورة اليوم هي في جزء ملعب البرلمان وعلى وجه التحديد لمعارضة لأنه من بين التعديلات التي تم اقتراحها على سبيل الميتان وهو إعفاء البحث العلمي يعني من تضريب إعفاء مثلا بعض الجمعيات في إطار الأجور التي تؤديها لأجرائها في حدود عشر أجراء إعفاء من الضريب على الدخل في الشق الضريبي كما قلت هناك تضريب إضافي بتحفيزات قليلة مثلا خفض ضريبة على الشركات مثلا بنقطة واحدة المقاولات التي لتعدى رقم معاملتها 100 مليون درهم قد لا تفي بالغرض أيضا خفض الحد الأدنى الضريبة على الدخل من الصفر الخمسة إلى الصفر خمسة واربعين يبقى محتشما مسألة أخرى مهمة كما هو معلوم مع غلاء الأسعار أن القدرة الشرائية لها أهميتها ومن اللافتة لنظر في مشروع قانون المالية 22 أنه لم يأتي بجديد في هذا الباب بحيث أن عادة ما كان مشروع قانون المالية ينعيش الاقتصاد من جهة في إطار العرض ويعطي للطلاب حقا وهذا ما لم يكن في هذا مشروع قانون المالية 22 على ما أعتقد هذه هي الخطوط العامة لهذا المشروع بطبيعة الحال المشروع تم إنجازه بشكل مستعجل لأنه لم يكن لدى الحكومة وقت كافي وأيضا لم ينضبط لمتطلبات النموذج النموذج الجديد لأنه تنزيل مثل هذا النموذج يحتاج إلى روية وإلى هندسة خاصة مالية وهو الشيء الذي يفتقده هذا المشروع وإن كان له إيجابية كبيرة من قبل أيضا صنع بالمغرب وهذا يعني من باب إحلال الواردات ومن باب يعني إعطاء الأفضلية للمقاولة المواطنة لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بيس ترجمة نانسي قنقر